بعد البريكر جانا لحتى نكمل نحن وإنتم مشاهدي قناتنا سوبورو تيفي بفقرات حلقتنا لليوم بفقراتنا سبورت رح نحكي عن أهم أو أصعب الرياضات رياضة كمال الأجسام يلي هي تعتبر من الرياضات الصعبة ويلي بدها مجهود بدني وأيضا لازم الشخص يكون عنده قوة وإرادة وصبل حتى يقدر يلعب أو يقدر يخوض هاي الرياضة اليوم رح يكون ضيفنا ورح نحكي عن هاي الرياضة مع أحد أبطال الرياضة بسوريا ويلي حصد المركز ونال المركز الثالث برياضة كمال الأجسام مع المدرب مدرب رياضة كمال الأجسام الكابتن إيميل فهمي إليو أهلا وسهلا فيك معنا كابتن عبر شاشتنا سوبورو تيفي هاي المرة الثانية لتواجدك معنا اليوم مثل ما نعرف بالمرة الأولى كمان حصدت أتوقع المركز الأول وهلا المركز الثالث أكيد ألف مبروك ودائما نتمنى لك الاستمرارية والنجاح لحتى دائما تقدر تكون بالمراكز الأولى أتشكركم كثير على دعمكم ومتابعتكم لألنا وشكرا كثير لألكم أكيد بالبداية شكر الأكبر لألك لوجودك معنا اليوم وقبولك دعوتنا لحتى نحكي أكثر ونعرف كل المشاهدين وكل الأشخاص اللي حبوا هاي الرياضة برياضة كمال الأجسام ولكن بالبداية شلون تحب تعرف عن حالك لكل الأشخاص اللي عم يشوفونا ويتابعونا أنا إيميل فهمي يليو مدرس مادة الرياضة في مدارس الأمل الخاصة مدرب في كمال الأجسام مواريد القامش في ألف وتسالي ستوصين تمام حالو كتير وأهلا وسهلا فيك معنا ورية تانية كابتن إيميل شلون بلشت هاي الرياضة نعرف أنه أشخاص لما يكون في عندهم موهبة أو شيء معين يتميزوا فيه يكون أخذوا هذا الشيء من أشخاص أو داعمين ومشجعين أو أشخاص عم يشوفون هنا قدوة لقلب ولكن حضرتك شلون بلشت هاي الرياضة معك ومن كان لقلك الداعم تنقل أو المشجع الأول بالبداية نحن بلشت رياضة كمال الأجسام عندنا بالحي الغربي كان في نادي الكابتن راشد شرو بلشت أنزل عنده بالنادي أنا أتوجه له بالشكر كتير يعني وكمان هو مدربي وقدوي لألي بلشنا كبداية من نادي الكابتن راشد طبعا 2013 وشوي شوي تطورنا باللعبة 2016-2017 شاركت ببطولة جمهورية لفئة الشباب وقتها عمري كان فيئة الشباب يعني وبعدين هلأ قبل ثلاث سنين بطولة جمهورية شاركنا وهذه السنة سيد الشاطئ وهالسنة بطولة سيد الكون فالبداية كانت 2013 بالحي الغربي عندنا بالنادي أكيد هلأ كمانت نحكي أكثر عن كل البطولات وبالأخص البطولة اللي شاركت فيها هلأ من فترة إذا بدنا نحكي عن الروتين اليومي شلون عم يكون روتينك اليومي بالرياضة هل عم يكون فيه مثلا تتريب مستمر أو ممكن أنت عم تنقطع وعم تبلش قبل تنقل البطولة بفترة كويسة هلأ نحن قبل البطولة تقريبا بس ينزل جدول البطولات السنوي أنا ومدربي الكابتن فوات بوشكلي أتوجه له بالشكر هو صاحب الفضل الكبير بالمسيرة التباعية الرياضية كلها هو المدرسة التباعية صراحة بس تطلع الخطة السنوية تبع البطولات الجدول نحن على أساس الجدول نختار البطولة اللي رح نشارك فيها ونحط برنامج نمشي عليه برنامج عبارة عن التغذية والتمرين وهالأمور والالتزام كلها فيهن نحط برنامج أو خطة مثلا إلى وقت البطولة نمشي عليها أشغالها عم تكون هاي المدة تقريبا مثلا ممكن السنة كلها ولا عم يكون كذا شهر ولا يبقى هذا الشي على الشخص تقريبا السنة كلها عم نشغل على حالنا نحن يعني أنا هذه السنة جيت لهون وعملنا مقابلة كمان على سبوره بعد بطولة سعيد الشاطئ فقلتولين من قطول السنة جاي أكيدة عنا بطولة حكيت على بطولة سعيد الكوني شاركت فيها السنة قلتولين راح نشارك هالسنة إن شاء الله بطولة سعيد الكون دولية بس هلا حاليا لسه ما نزلت جدا ما أقدر أقول أشتنا نشارك سنة جاي أكيد هلا راح نحكي عن بطولة سعيد الكوني اللي شاركت فيها أتوقع كانت بالعاصمة ديمشق سعيد الكون كانت بطولة مستر يونيفرس الدولية تقدر تخبرنا أكتر عنا شلو مبلشت هاي البطولة ونعرف أنه أنت نلت المركز التالت فيها هلا نحن مثل ما قطولكي هذه السنة نزلوا الخطة السنوية قالوا أنه سوريا راح تستطيف بطولة سعيد الكون يعني راح تقام بطولة دولية ولكن في سوريا ديمشق فنحن حطينا بالخطة طبعا أنه راح نشارك فيها وفرصة إجت لعنا أنه نشارك بطولة دولية ونحن ببلدنا أحسن ما نسافر وتعب سفر فحضرنا لها البطولة هاي ونشاركنا فيها يعني حلو كتير أغلب العالم عم يتفرجوا على تلفزيون أو مواقع التواصل الاجتماعي وعم يشوفوا أنه خلال البطولة عم يكون في حكام أو عم يكون في رؤساء تنقل هنا اللي عم يكونوا مشرفين على هاي البطولة بعد ما أنت عم تقدموا العروض تنقل شلون عم يحسبوا هالنقاط لحتى يعرفوا من المركز الأول الثاني وعلى أي أساس عم يكون هذا الشيء أول شي عم ياخدوا هني الحجم العضلي حجم العضلات الكبير بمقابل التنشيط نحن نقول له يعني دهون ما يكون دهون بالجسم والتناسق والكاريزما الشخص على المسلح يعني هل ثلاث أمور يعني الضخامة العضلية الحجم العضلي مع التنشيط دهون قليلة والتناسق تناسق الجسم يعني كاستايل حلو والكاريزما تشتبع الشخص يعني شلون عم يكون كمان التأهل أو المشاركة لهيك بطولة يعني ممكن عم تجيك دعوة من الحكام تنقل أو من كمان مثلا أشخاص عم يكونوا هونيك عم يكون إلن خبر فيك فهن عم يخبروا أنه فيه فلان شخص بفلان منطقة أو فلان محافظة شلون عم يصير هذا الشيء والمشاركة لهاي البطولة كانت المشاركة مفتوحة لجميع السوريين حلو عطونا فرصة لكل الأبطال اللي بسوريا إنه إذا أنت تحب توقف على مسرح دولي الفرصة أجت لعندك لحتى تقدر تشارك بهيك بطولة لأنه هيك بطولات عم يصير للمشاركة فين صعبة شوي أو العدد يكون محدود فهذه البطولة بالذات كان المشاركة فيها نحن يقولها مشاركة مفتوحة لجميع السوريين جماعية كانت يعني أي بطل سوري يحب يشارك يقدر يشارك بهذه البطولة طيب إذا ما كانت هذه البطولة مفتوحة وجماعية إيش قد عم يكون العدد مثلا عم يختاروا الاتحاد السوري يعمل تجارب انتقاء منتخب يعني رح ينقوا مثلا هنا مسموحنا عشر لعبة ينقوا بس عشرة أو مثلا ينقوا 15 لعب بس هدول رح يشاركوا ببطولة دولية تنقل ولكن سيد الكون كان المشاركة فيها مشاركة مفتوحة للجميع السوريين طيب شو رح عم تكون المنافسة كمان بين الأشخاص اللي عم يشاركوا بهذه البطولة تحكينا من وجهة نظر المنافسة عم تكون حسب الأوزان طيب يعني أنا اليوم وزني مثلا 95 رح أنافس على فئة 95 كيلو طيب ما يشير أنا أنزل مع الوزن زائد 100 أو أنزل مع وزن مثلا 75 عم يشير المنافسة حسب الأوزان فيه 9 أوزان هنا كل واحد على وزنه أنا كنت على وزن 95 كيلو طيب معناته مثل نفهم نحكيك أنه حضرتك بوزن 95 كيلو رح تنافس مع الأشخاص بهذه الوزن بوزن 95 طيب وممكن ما يكون فيه أوزان ولا لازم يكون فيه الوزن حتى يقدر الشخص كمان يطلع مع أشخاص تاني من نفس وزنه أكيد حسب مثلا في عالم يكونوا ثلاث أشخاص على الوزن طيب في عالم يكونوا عشرة على وزن هذا ويكون شخص واحد يكون شخص واحد يشارك ويرمع أول تماما إذا كمان بدنا نحكي حكينا عن نظام الغذائي وعن التدريب حكيت أنه ممكن من وقت ما عم ينزل البرنامج عم يصير عم يشتغل على هالشي تماما عم يصير هاد التدريب ولكن إذا نعرف هاي الرياضة مثل ما قلته هي بدي مجهود بدني صعبية وبالمقابل أكيد بدي سبونسور بدي داعم مادي شلون عم يصير هاد الشي هل في أشخاص عم يدعموك مادين عم يكون في سبونسورات لألكن ولا شلون عم تقدروا تشاركوا وتتم المرحلة تبع التدريب كمان قبل البطولة هلأ أنا مثل ما قلت لكي نحن حطينا خطة وعم نشتغل على التدريب وعالتغزية هو الأهم عاملين يعني بالرياضة موضوع السبونسور أنا عندي صراحة كتير داعمين لألي أول شيء أهلي وفي عدة أشخاص يعني محبين وداعمين لألي اللي هن خالي قابي أصمر عم يدعمني وأخوي طبعا إلي الملفون وأحيقار رشيد كتير داعم لألي من بداية مسيرة تبعي ملفون يعقوب رافدين شركة إزلا قابي قجور ملفون والياس حنة وطبعا الأهل والأصدقاء الكل تشجيع ولكن كل واحد بحسب إمكانياته كل واحد من مطرحه يعني يشجع ويدعم أكيد حلو كتير وأشغل أكيد الأهل أبوي أدوك كل شيء أكيد حلو كتير أنه يكون فيه أشخاص داعمين لألنا بكل المجالات اللي عم نتخطها ونكون فيها وندخل فيها لحتى نحن كمان أكيد يكون عندنا حافز نكمل بهذا الشيء بس تكمل ما نسيته مثل ما قلت لك كل واحد بمجال اختصاصه وراح أتشكر أنا لمصور أفران بحو كمان مثل ما طالفين نحن رياطنا صور وتصوير طول السنة جلسات تصوير ودعم مجاما نفس الشيء أصدقائي يعني كل واحد بمجاله كتير كان يشجعوني أشيء زمني ما يقصروا معي بس بدن يخدموني بس بدن يساعدوني يعني يساعدوني بجزء من طريقي للنجاح يعني أكيد من عبر شاشتنا سوبرو تيفين نوجه للكل التحية ونتشكر لكل الأشخاص الدعمين والمشجعين إذا بدنا نحكي كابتن عن الصعوبات إيش هنال الصعوبات اللي عم تواجه إن كان بالفترة عفواً لما عم تروح فيها للعاصمة دمشق أو بفترة التدريب ممكن الصعوبات عم يكونوا أكتر أثناء الفترة نقدر نحكي أكتر عنهم هلا كصعوبات بالتدريب الصعوبات بالتدريب بدك تتعب لحتى تصل فيه تعب التعب هذا أولوية بأجباري بلا تعب ما فيه نتيجة عم نشوف كمان فيه تعب عندنا موضوع تأمين البروتينات المكملات الغذائية نحن هون شوي بعاد يعني فعم نضطر نوصلين من غير محلات إلى ما عم يصلوا لعنا عم نشوف كتير صعوبة وفيه صعوبة الأكبر اللي هو سفر على الشام كتير نحن نتعذب يعني يعني غير وقت ابن الشام يروح يشارك بطولة بالشام وغير أنا عم أطلع ملقامش لي للشام أحجز طيارة أحجز فنادق مثلا يعني مثلا الآن آخر سفر أرحنا ملفون وأحقار رشيد أنا أتشكره كتير نزلنا عنده بالبيت وقدم لنا كل شي يعني فهذا كمان كل واحد بطريقته يقدم الدعم فموضوع السفر شوي كتير متعب لأنا يعني موضوع الطريق كتير متعب صعوبة المواصلات دائما عم تكون أثرة علينا إذا بدنا نحكي عن شعورك حصلت المركز الأول بالبطولة السابقة وهلأ المركز الثالث إيش يكون شعور الواحد واشران عم يشوف آراء الناس أو الحكي بعد ما مسلا عم يرجع لمكانه لمنطقته الآن أنا قبل البطولة يعني إذا ألمت أفتح موبايلي كمية رسائل هائلة الأهل للأصدقاء من بره الهوني الكل يعني أنا الشي اللي أشوفه الكل الباله عندي يعني إنه ربح في أي مركز الأول يشجعوني ينزلوا صوري كتير تشجيع الشعور دائما دائما إن كان فوز المركز ما يهمني أنا أهم شي إنه أنا عم أتطور كل سنة كمستوى أنا أحكي لكي مستوى رياضي صح وحسب رأيي مدربية هذا الأهم شي يعني نحن كل سنة عم نجي بمستوى جديد وكل سنة بعد البطولة عم نسيلي حافظ للبعض لو تقدر تقدم وأكتر تطور يعني كل سنة بعد البطولة عم أخلص بطولة عم أقول يلا بس أخلص بطولة بدي أرتاح بس أخلص بطولة بدي أرتاح عم أخلص بطولة من هون تبلش بطولة ثانية من الصبح عم نادي من السنة الجاي بدي أشتغل على حالي كثير عم يعني عم نواحد يسير له حافظ أكتر وحلمي يكبر أكتر هو حلو كثير إنه شخص يكون عنده موهبة أو حلم يقدر يشتغل عليهم وينمين لحتى يوصل ما ينساهن أو أنه يبتعد عن هذا الشيء ويقول أنا مني قادر أنه أكمل صحيح كمان كابتن إذا بدنا نحكي عن الرياضة وواقع الرياضة مثل ما ذكرت حضرتك أستاذ رياضة ومدرب برياضة كمال أجسام شلون عم تشوف واقع الرياضة وبالأخص بسوريا وخلال هالسنوات تنقل ممكن قبل كان فيه اهتمام أكتر ولكن بهذا الزمن شلون عم تكون رياضة كمال أجسام في تطور كبير خاصة على مستوى سوريا الفضل الكبير يعود للاستاذ منار هيكل رئيس الاتحاد السوري لكمال أجسام يعني مثل هلأ البطولة هاي اللي صارت بطولة سيد الكون كله مجود منه هو قدم طلب للاتحاد الدولي أنه نحن بدنا نستضيف بطولة سيد الكون عنا بسوريا ونحن سوريا بخير يعني أنه الوضع كويس بشأن المنتخبات التانية يقدروا ينزلوا على سوريا ومثلا يأمنوا فنادق يأمنوا إقامات للمنتخبات فهذا الشخص كتير له دور في تطوير لعبة كمال أجسام ومن ناحية المستويات يعني عمنا كتير مستويات قوية نحن على مستوى العالم على مستوى آسيا على مستوى عم يروحوا عم يشاركوا عم يجيبوا مراكز يعني فأنا الشي اللي أشوفه أنه الرياضة في تطور يعني خاصة رياضة كمال أجسام وهي الرياضة بالذات تعتمد على اللاعبين هو يعني لعبة فردية فهذا الشي يأثر كتير يعني أنه لا تتطور هو الشخص هو نفسه عم يشتغل على حاله وعم يتعب على حاله تمام بغض النظر الاتحاد السوري يعني ما يقصروا ومجهود عالي طبعا ولكن بالمقابل فيه لاعبين بمستويات عالية عم يشتغلوا عم يتعبوا على حال فعم يتطور اللاعب ذكير عم تتطور يعني طمام إذا بدنا نحكي أو تقدم نصيحة لكل الشباب تنقول الشباب اللي بعمر صغير وعم يحبوا هاي الرياضة أيش النصيحة اللي تحب تقدمها إلي تماما أم صحا أنه يبدأوا صح بأي عمر يقدروا يبدأوا برياضة كمال لأنه بعد الستاش يقدروا يبلشوا يعني ولكن يبدأوا بطريقة صحيحة يعني يروحوا عند واحد يفهم واحد يعطيني الطريق الصح هذا أهم شيوي أنه أنت يبلشي من بداية طريق صح أحسن ما تقطعي مسافة بعيدة تجد يبلشي بطريق الصح فالطريق الصح هو أهم شيوي البداية الصحيحة يعني أكيد كمان ممكن الكل يكونوا بحاجة لدعمين ومشجعين ويكون مدرب صحيح واقف معا حتى يمشوا بالطريق الصحيح بالختام كلما أخيرا تحب توجهها عبر شاشتنا سوبورو تيفي أحب أتشكركم أنت من القناة سوبورو تيفي على دعمكم ودائما ما عم تقصروا معنا أحب أتشكر مدربي فؤاد بوشاقلي أنا أتوجهه له بالتحية هو مدرستنا الكبيرة طبعا وقال له فضل كتير كبير يعني هو صاحب الفضل الكبير عليه أنا بالمسيرة الرياضية يعني وأكيد أتشكر أهلي والدعمين اللي ذكرتوهم كلها دولي والأهل والأصدقاء محبين كلها تشكرا يعني أكيد نحن كمان نتشكرك لوجودك معنا اليوم ونتشكرك لعم تقدر تتقدم وعم تحاول دائما تتطور حتى توصل للمكان اللي تتمناه وأكيد نتمنى لك أنه مراكز أعلى وأعلى وتقدر تشارك بكل البطولات تاودي سادي تاودي لو ميدا مشاهدي سوبورو تيفي وصلنا للختام مع الكابتن إيميل فهمي إليو حكينا معه عن بطولة سيد الكون والبطولات اللي يشارك فيها واشلون عم تتمهاي المشاركة والمنافسة ونقاط أخرى ناقشناها معه عفوا أكيد نتشكره لو وجوده معنا اليوم ودائما نتمنى للاستمرارية والنجاح ويكون دائما بالمراكز الأولى ويشارك بكل البطولات نكمل معكم بفقرات حلقتنا لليوم لكن بعد ما نرجع من البريك